كان بالأمس القريب وأنت حضرتك عرضت فيديو كان عبارة عن استفتاء على الأزهر التصفيق الحار لإمام الأكبر حفظه الله وإن ناس بتلقائية بدون أي شيء شعرت أن الأزهر وإمامه وعلماءه وأبناءه هؤلاء لا يمكن أن يكونوا كما يصورهم الآخرون استفتاء داخلي وأنا لأول مرة أشعر بحب الناس الشديد للأزهر الناس في الشوارع وفي الطرقات الناس في الأسواق الناس في الأوتوبيسات الناس في السيارات حاسوا أن في حاملة وجوم على الأزهر ده مش كده بس ده حاسبوا أني مصر بتتهد وأن جماعة بيدخلوا بقوانين ويكتبوا ويمسكوا أقلام ويمسكوا كتب ويجروا بها في الفضائيات ويشوهوا صورة الأزهر دول عبارة عن فقاعات لا قيمة لهم هكذا رأيت شعرت ده شعور داخلي بيان شعرت الناس بيردوا قيمة الأزهر بل شعرت بأن الأزهر ده فيه كرمات والله فيه كرمات وكل قرية وكل مدينة وكل بيت في مصر فيه ابن من أبناء الأزهر فيه ولي من أولياء الله الولي ليس معناه أنه يظهر المعجزات ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوف اصرها بعدها على طول مش أي واحد يلبس ولا يعمل لا الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني يخافون الله في الحق يعني لما ترى الحق خرج تخرج أنت على البرنامج وتقول إني أهل الحق دول أهل الحق ولا يصح أن نقذفهم بالأحجار لما نخرج واللجي داخليا واللجي العالم خارجيا يأتي إلى مصر ويصفق للأزهر ويدخل باب الفاتيكان ويعانق الإمام الأكبر لأول مرة في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الأديان أن نرى المسيحية تتعانق مع الإسلام بهذه الطريقة وصحف العالم بأكملها تأتي بهذه الصورة وتقول بالبنط العريض كده إمام السلام يعانق باب السلام وتقدم هذه الصورة من على أرض مصر الطيبة الأشياء دي خلقت في نفسي الحب الشديد لهذا البلد وإن فعلا أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ده الرؤية العامة والشعور العام فأنا أقدم تحية لكل المصريين ولكل المسيحيين ولكل المخلصين ولكل شرفاء من الإعلاميين ومن أصحاب الأقلام ومن الكتاب والذين شعروا أن هذا البلد لا يمكن أن يعيش بدون الأصهر تعال بقى إلى الحملة اللي عوزيها البعض يريد أن يحييها مرة أخرى بما يسمى بقانون الأستاذ أبو حامد القانون كما قال أخي الفاضل يهدف في أساسه إلى أمرين أولا إلقاء القذائف على الأصهر لهدمه ثانيا يترصد شيخ الأصهر بالخصوص وإن شئت أن تقرأ هذا اقرأه في المادة أربعة أو المادة خمسة سترى فرق شاسع بين النص الذي ذكر في قانون 103 سنة واحد وستين الفقرة أربعة وهي تصف شيخ الأزهر وصفا فيه رقي في اللغة فيه درجة احترام فيه توقير لمنصب شيخ الأزهر فتقول بالنص اسمع بقى النص واسمع اللي جاي في القانون علشان ما نقولش أني إحنا بنتعاق يعني ضد القانون التي تنظم البلد إحنا لسنا ضد التجديد إنما ضد التبديد لسنا ضد الاحترام إنما ضد عدم التوقير نص المادة رقم أربعة في قانون 103 تقول عن الإمام الأكبر إن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام شوف الفقرة اللي بعدها وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته ويرأس المجلس الأعلى للأزهر اللي بيقول الآن صاحب القانون إنه القانون ده المجلس الأعلى للأزهر أو هيئة كبار العلماء وانشئت في سنة كام في سنة 2012 وفي عهد الإخوان مع إنه 2012 كان عهد المجلس العسكري اللي كان حضرته يقف فيه ويقول بالنص والآن الفيديو تجيبه يسقط المجلس العسكري وسط مجلس الإخوان فليسقط المجلس العسكري فليسقط المجلس العسكري المجلس العسكري اللي حمى مصر يقف صاحب القانون الآن ليتعدى على شيخ الأزهر كما تعدى على المجلس العسكري قبل ذلك ونؤمنه على قوانيننا ده نص المادة رقم 4 لنا نقلت الحضرتك برقي كلماته والفاضي العالية شوف بقى النص المقترح من سيادة النائب بارك الله فيه يقول على أنه في حالة اللي هو البند 5 إخلال شيخ الأزهر بواجباته ووظفته يحال شوف اسمع بقى إلى تدن الكلمات يحال إلى لجنة التحقيق تشكل من أقدم سبعة أعضاء في هيئة كبار العلماء بناء على قرار ثلثي أعضاء الهيئة وتتولى الهيئة التحقيق وكأنها تحقق مع غفير مع احترامي للجميع وتتولى اللجنة التحقيق معه فيما ينسب إليه وتسمع أقواله وتعد اللجنة تقريرا تعد اللجنة تقريرا بناء على ذلك إما شوف أود التدني في الكلام إما بتبرئة ساحته أو إدانته مع اقتراح الجزاءات التالية اللوم أو عدم الصلاحية ويعرض التقرير على الهيئة ويتخذ بأغلبية الأعضاء شوف الفقرة في سنة 1961 وجمالها ورقيها وشوف التدني في المستوى اللفظي والخطاب القانوني في سنة 2017 اللي عاوز بيقول أنا بعدل أنا بعدل هذا النص نفسه لو إحنا نظرنا إليه سنجده غير دستوري يعني اللي بيقدم الاقتراح ما عرفش يقرأ الدستور وكان عليه قبل أن يبدأ بأي شيء أنه يقرأ ويتعلم قبل أن يتكلم يتعلم الدستور أقصد ويتكلم بعد ذلك هذا يقول أن النص هذا لما قرأته أنا وجدت يحمل قدرا كبيرا من التدني وأنا بالفعل بعد ما رأيت وسمعت الإخوة أعضاء المجلس يمكن مع حضرتك ومع دكتور سعيد حسسين شعرت أن في فعلا الكبار لا يعرفون إلا الكبار ولا يوقر الكبير إلا الكبير فرأيت يعني أعضاء مجلس النواب فعلا كبار في أخلاقهم فعلا كبار في الحفاظ على بلدهم جميعا إلا أنا سمعتهم قالوا هذا كلام لا يليق بمقام الإمام شوف يا سيدي لا أظن أن أعضاء المجلس مسلمين ومسيحيين من وجهة نظري يقبلون مثل هذا الحط من قيمة وقامة منصب وشخص الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي ينص الدستور على أنه يتولى الأمر في العالم الإسلامي كله ثم يأتي بعد ذلك القانون الذي يريد أن يقدمه الأستاذ الفاضل بارك الله فيه إنه يريد أن يخالف الدستور مرة تانية طبعا هو عاوز يعزل بعد عدم إصلاحه ده ضد المادة سبعة يقول لا يعزل والأزهر مستقل إلى آخر كما قرأ أخي الفاضل يقول لابد من إدخال أفكار ومذاهب أخرى في هيئة كبار العلماء ثم يختار ثلاثة من هؤلاء الثلاثة دول يرشحهم الأعضاء ثم يختار بينهم أي واحد انظر إلى الخطر الذي ممكن أن يؤدي إلى الفتنة المذاهب الأخرى الموجودة في العالم الإسلامي أنا عندي مذهب السني والمذهب الشيئي والمذهب السني عندي بفقهائه الأربعة مدام في النص فتح البرجل كده معناه أنه المذهب الشيئي سيدخل عندي ولا تستطيع أن تمنعه التلاثة التي يختاروا تلاثة التي يختاروا لازم يكون فيهم واحد من أصحاب المذهب ده فتخيل أن مصري في يوم من الأيام سيرشح فيها ثلاثة من الأعضاء فيهم واحد على مذهب غير مذهب المصريين يبقى إذن إحنا دخلنا في ولاية الفقه وما تستطيعش تقول مش الدستوري ما هو يقدمه بيقول لك تعديل ويقول لك هذا اقتراح وأنا شايف الدنيا الأظهر فيه كذا وفيه كذا أنت كده بتبني الأظهر ولا بتهد في الأظهر أضف إلى ذلك أني أنا لا أقول بهذا الكلام أن أنا أقدس شخص الإمام إنما أقدس أقدس المنصب نفسه الذي جعل أن الأظهر أن الأظهر هيئة عالمية مختصة بالشؤون الإسلامية في نص القانون الأظهر لا يكون هيئة عالمية إنما هيئة مصرية لأنه يقول ويتحدث عن المستشارين فيقول إيه لا يجوز لمستشاري شيخ الأظهر ممارسة أي من اختصاصه ولا تفوضهم ولا قرارات تنفيذية يقومون بها ولا يتم تعينهم من غير مواطني الجمهورية إلا في حالة الضرورة وأخذ رأي وزارة الخارجية وموافقة الأجهزة الرقابية لاحظ إني لا يكون من غير مواطني الجمهورية بينما في نص رقم سبع عند حضرتك هيئة إسلامية ليست مصرية فهو سحبها من العالم وحطها في مصر وقوقعها بحيث أنه دي هيئة مصرية وليست هيئة عالمية ده رقم واحد يعني بيفقدها عالميتها عالميت الأظهر ده اللي بقدمه التطوير اللي عاوز يقدمه للسادة النواب رقم اللي بعده على طول بيقول إيه وأخذ مع رأي وزارة الخارجية ومفقة الأجهزة الرقابية طبعا ده كلام طيب لكن نحن نرى أن النص الدستور يقول مستقلة هيئة مستقلة يقوم على شؤونها الشيخ الأظهر ولا يمكن لم نرى شيخ الأظهر من وقت ما أنشئ الأظهر حتى الآن هو ضد البلد لكن أنت تريد أن تدخل أجهزة ما طلبتش أنها تدخل ما طلبتش أنها تدخل هذا هدم للأظهر وفقدان لمستقلاليات وأم لا هذا هدم لعالمية الأظهر أم لا هذا حط من مقام الإمام الأكبر أم لا هذا قوقعة للأظهر بحيث ما يكون إلا مصري أم لا إلى غير ذلك إذن بالإضافة إلى ذلك أنه أول ما يتكلم هذا الأخ في هذه المسألة يفتح أبواب تدخل في شؤون الأظهر ثم يحيل الأظهر للمصريين بينما الدستور قال هيئة إسلامية ولم يقل هيئة مصرية الحتة الأخضر اللي عاوزي ورط فيها الأجهزة والأجهزة تعلم مكانة الأظهر وأنت رأيت السيد الرئيس الجمهورية ماذا يقول في الإمام الأكبر أحترمك وأوقرك وأجلك يا فضيلة الإمام أنا أحترم الأظهر وأعلم رسالته العالمية إحنا ما تعلمناش من هذا الكلام الكبير أبدا شوف يقول ليه ثم يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأظهر من بين ثلاثة ويحدد الموضوعات التي تتناول خطب الجمعة وأنت رأيت بالأمس القريب إن الأظهر اعترض على الخطبة الموحدة وطردت واستدعى الإمام من يقومون على هذا الأمر وانتهى الموضوع يريد أن يعيدوا بنص قانون حتى السيد الرئيس الجمهورية قال الذين يظنون أن الخطبة الموحدة هذه هي الموصودة بتجديد الخطاب الديني ده اختزال للأمر ده اختزال وقالها وضحك سعدة الرئيس سيدة الرئيس فهنا بيختزل تجديد الخطاب الديني في خطبة الجمعة وتحدد وبعدين عاوز يوجهها لرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية كالترخيره هو الراجل بتشبكه في الموضوع ده رئيس الجمهورية يعرف مقام الأزهر ويحمله المسئولية والأزهر يقدر هذا العبء الكبير ويقول أنا مع البلد ومع أمنها ومع استقرارها وهو القوى الناعمة لهذا البلد وأنا أعتقد أن القيادة العليا تعرف مقام هذا الإمام ومقام هذا المكان ومقام ما فيه من علوم ولذلك تفخر القيادة ونفخر نحن وتفخر أنت كما رأيتك بالأمس القريب بهذا المعهد العريق الذي يراد له أن يهد بهذا القانون وأنا حتى لا أخذ الحدث لا لا أخذ لا أخذ نحن لا أخذ